مندوبا عن جلالة الملك رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز انطلاق فعالية أعمال المؤتمر العام 18 والمجلس التنفيذي للدورة السادسة والخمسين لمنظمة المدن العربية في عمان أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشوارب خلال افتتاح أعمال المؤتمر بحضور عدد كبير من أمناء عواصم ورؤساء مجالس حكم محلي ورؤساء بلديات عربية أكد على أهمية تطوير التشريعات لتطوير عمل المؤسسات وتجويد الخدمات والتمكين من الانطلاق السريع في إنجاز خدمات البنية التحتية التي لا يمكن تحسين نوعية الحياة في المدن من دونها وسلم أمين عام منظمة المدن العربية المهندس أحمد حمد الصبيح مندوبا جلالة الملك الدكتور الرزاز مع انطلاق فعاليات المؤتمر تلمه درعا بمناسبة الرعاية الهاشمية لفعاليات المؤتمر كانت عمان السيرة والمسيرة وعلى مر العقود شريكا أساسيا لهذه المنظمة العربية العريقة ولكافة المدن العربية الشقيق العضاء فيها وها نحن اليوم نتطلع معكم من خلال هذا المؤتمر إلى المساهمة في تعظيم دور المنظمة عبر تكريس مساهمات المدن العربية في أعمالها وبناء شراكات جديدة مع مؤسسات دولية معتبرة نلتقي اليوم في هذا البلد المغياف وفي عاصمة الهاشميين عمان لنبحث ونتداول في قضايا وموضوعات التتصل بمدن العربية والمراكز المحيطة بها حيث يشكل مؤتمرنا العام الثامن عشر فرصة لتبلورة مقارنة تاركية متحدة لتحقيق تنمية حضرية مستدامة